اشتركوا في القناة شوف تيفيفا اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر شوفوا معي هذا المنظر الجميل لغروب الشمس شوفوا معي تبارك الله سبحان الله جو رائع وجميل جدا مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة الشاب قناة شوف تيفيفا مساء الخير ومساء النور لكم في هذا النقل المساء المباشر من نواحي بن سيمان سبحان الله شوفوا على منظر جميل ورائع جدا عند غروب الشمس والصورة توضح ذلك مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفيفا سرحة منظر رائع و جميل جدا لغروب الشمس مشاهدينا الكرام الصورة امامكم جو رائع جو جميل جدا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفيفا الصورة واضحة امامكم شوفوا معي دلجو الرائع الرائع تزامنا مع غروب الشمس امامكم شوفوا معي دلجو رائع جدا يا الله ابن سليمان سبحان الله شوفوا هذا المنظر الرائع هذا المنظر البانورا ميكي هنا نواحد ابن سليمان لعشاق غروب الشمس منظر جميل ورائع جدا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفيفيه صراحة منظر متير ومشوق للغاية مشاهدينا الكرام والصورة امامكم غنية عن التعليق جو رائع وجو جميل جدا تزامنا مع غروب الشمس شوفوا المنظر الأمام والمنظر الجميل اذا دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفيفيه سبحان الله جو رائع وجو جميل ومتير للغاية تزامنا مع غروب الشمس مشاهدينا الكرام شوفوا جمالية هذا المنظر الرائع شوفوا المنظر الجميل جدا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفيفيه صراحة منظر جميل ورائع مشاهدي قناة الشعب قناة شوفتي فيه تزامنا مع غروب الشمس مشاهدينا الكرام الصورة أمامكم غنية عن التعليق حيث وجوه رائع وجميل جدا بقلب البادية نواحي بن سليمان منظر بانوراميكي منظر متير ومشوق للغاية في هذا الأثناء تزامنا مع غروب الشمس إذاً مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوفتي فيفا بدأت ضليمة كالطيح يعني غروب الشمس غدا يبدأ يمشي يعني الضلمة غدا الطيح والصورة أمامكم جوه رائع وجميل جدا سيرتوه قبل قبل تطيح الشمس فكانت لون أصفر وأحمر السماء صراحة كان لون رائع وجميل جدا سبحان الله سبحان الله سبحان الله على هذه الكلمات مشاهدينا الكرام فما بقى لي إلا نودعكم بدومتم في رعاية الله أم سياسة عيدة لكل متتبعنا الكرام حينما كانوا سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن السورة أمامكم جميلة ورائعة سبحان الله إلى اللقاء مشاهدينا الكرام كنا معكم نقل مباشر من قناة لكم هذا الجو الرائع هذا المنظر البانوراميكي من قلب البادية نواحي بن سليمان إلى اللقاء مشاهدينا الكرام